اغتيال يتلوه اغتيال من ذمار إلى عدن الضحايا من طرف واحد والمتهم طليق ويتواعد بالمزيد ست ساعات تقريبا هي المسافة الزمنية الفاصلة بين استهداف عض الشورى الإصلاح في ذمار الشيخ صالح العنهمي واستهداف إمام وخطيب جامع الرضا بعدن الشيخ صالح بن حليس الذي ينتمي للإصلاح أيضا غادر الشيخ العنهمي الحياة مخلفا هذا الشاهد المؤلم على بشاعة القاتل الذي أفرغ ثمان رصاصات على رأس الضحية ورحل مزهوا بنجاح مهمته وبحصوله على المكافأة من غرفة عمليات القتل وفي عدن التي تستبيحها الجريمة السياسية منذ منتصف العام الماضي خرج هؤلاء الناس يودعون إمام المسجد الذي صلوا خلفه لسنوات وحناجرهم تصدح بالتهليل وبالتكبير وصدرهم تغلي من الغضب في ذمار كما في عدن الجريمة نفذت بذات السلاح والقاتل المتجول على دراجته النارية كما في كل مرة ينفذ جريمته ويتوارع عن الأنظار وسط ازدحام المدن بالمخبرين والحراس والميليشيات والأحزم الأمنية وكل الجريمتين كسابقتهما ستقيدان ضد مجهول فيما تغرق البلاد في حرب أهلية تداعى العالم لأجل إنهائها بعد أن حصدت الآلاف من اليمنيين ثم تمن يفتتح مسارا دمويا آخر تتسلح عناصره بالغيلة والغدر وتنخرط في مهمة القتل لدوافع سياسية وأيدولوجية إنها محاولة حثيثة على ما يبدو لرسم ملامح المشهد السياسي القادم وتعيين الحدود الفاصلة بين مكوناته ولكن بالدم لا بالوفاق والاتفاق